أكد وزير البترول طارق الملة أن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شركات واتفاقيات في مجال الطاقة بالوقت الحالي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الألمانية جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنظمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة كما التقى وزير البترول مع هانس بول كعضوى مجلس إدارة مجموعة في أنجي الألمانية العاملة التي أعربت عن تطلعها لتعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبعية والمسال والبنية التحتية لقطاع الغاز